السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة من قصصتنا لا تنسوا الشيخ لايك و سبسكرايب و تشاركوه مع أصحابكم لن تكون خاوي و تباو الطب مشينا بسم الله أعود بكلمات الله التامة من شر ما خرق والله ما صلي على سيدنا محمد القصة دياليوم كتقول سلام أخويا اسمتي عبد الرزاق من مدينة الصوارية و جيت اليوم بشان بارتاجي معاكم مع الناس قصتي نرجع بكم سنين اللور واحد دوار نواحي أسفي كان سكن جدي و جدة و سكنة معها الأخت ديالا ديك ساعة كان عمي و عمتي تزادوا و لكل والد ما زال كان جدي الله حاملا بيه جابت ختابة و تسكن معها من اللي ماتوا والديهم و معها يد زوجات ما قدرات تسمح فقطها و في نفس الوقت كانت معاونها بزاف و الشقة كامل عليها بحكم أن جدة كانت حاملة في ديك الفترة معطيها اسمي تيامنا ديامنا هادي أخويا كانت بنت عادية بحلقة على البنات حتى غيجي ذاك النار فين غايت تقلب حالة و غتولي واحدة آخرة كانت مليك يكون عندها تصبين كيت هزدوك الحويج و كتمشي بكري باش تصبن جنب الواد ولكن ذاك النار خرجت معا و قيتها ديال الفجر و معارفين الناس ديال الدوار كيف يقعوا بكري و كينعسوا بكري و جدا سيبطاتها بالعاني في ذاك الوقت حتى تخافها لتطلقها بالبنات ديال الدوار و تبقى مجمع معاهم و تتعطل في الرجوع مشات و من قربات جيت الواد قالت باللي بدتك تبليها واحد المره من البعيد قالت سجن بالواد و حاط ترجليها في الماء ديك المره هم مره ما شافتها دعست من حدها و قالت السلام عليكم و لكن ما جاوبته هاش مشات تقابلت معا في الجيال اخرى و بدتك تصبن و بالا كله بقى مع ديك خطنة الزات راصل قتام خنزرة و كتشوف فيها الكسدة ديالة بنت صغيرة و لكن وجهها مكمش بزاف و عينها من فوقين مني شافت فرجليها القاتب اللي عندها غرج الليمنية و كانت محنية و واصلة حتى لجهة الركبة يامنا بقى تقول غير بسم الله الرحمن الرحيم و كتعودة واحد شوية كتسمع واحد الخبطة في الماء بجهدها شافت لقى ديك المره برات ف ديك اللحظة باش بغى تتغوت جهة اللقوة كتحسب شيد زيارات لأعلى عمقها و غيبات و بقى تتماك حتى تلقاوا بناس الضوار هم اللي جابوها عن جدة من بعد جابوا لي واحد الفقية و بدك يقرع عليها و عاد ناضت و عودت ليه ماتشي اللي عاودت ليك الفقية ما تاقش بيها وحتاجت ديه جدة و لكن مع الأسف أخوية و اللي عندها بحل عويجاج في ظهرها و عنقها و اللي تكتمشي و عنقها ما يلجيها ديالله يسر و هذا الشي كان غادي و كيزيد الدواء عند واحد الراجل كيقولوا عليه الحكيم و اللي كان كي عاجب بالعشوب ديك ساعة ما كانش عندهم مأس بيطار ديك النواحي بقوا يداويها بطرق تقليدية و لكن بدون جدوة يعني بقات في ذاك الحال و عاد زيد الأعراض الآخرين اللي و اللي كيبانوا عليها شحل مرة الناس كيلقوها داوياء مع عشي وحدين ما كيبانوا لحد شي واحد من غيرها و اللي سكتطلق شعره و كيزبقى غادة حفيانة تدور على الدوار كامل و كترجح و اللي اللي كيبغي يسخرها في الدوار كيتمشي كيتجري بشتصخر لي و اللي كيعتبروها بحل شي حمقى و كيستغلوها في الصخرة و في التقل و كيتمشي تسجيلهم او لا تسرح ليهم البهايم و جدي و اللي كيضربها حيث كان بحل ببها و اللي مربيها من اللي كانت عندها عشرة سنين و جدا كانت كبيرة عليها تقريبها مشي تناشل عام أمي و عمتي كانوا كينعسوا احداها و كانت مول فكاة طرد ليهم البد تصور أخوية واحد الصباح مشت جدا كانت تفيق فيهم و كتشم ريحة الحنة ضرباتها مع الباب ديها اللي بيت ناطتك تقية حيث كيف قلت لي كيادك الساعة كانت حاملة بالواليد مقات عمي و عمتي بجوج بهم محني اليوم رجليهم اليمنية حتى الجهة الركبة جدا ما فهمت و و بقات كتغوت عليهم و عمي قال يا راهيامنا هي اللي حنات لينا شفتها في الليل و وقف علينا أما هيك تحلف الجدا باللي ما عقلت على والو ما تاقتش بيها و ضرباتها خرجت ذاك النهار ما عرفوها شفين مشات عيوم يقلبوا عليها ما كانش ليها الاتار و ذاك الليلانيت اللي خرجت فيها جدا وقفت عليها مره ملابسة و عريانة و دايرها فوق منها بحل الشبكة كانت مخنزرة فيها و مع الصباح منها ندفارها طوال و عندها غارج الوحدة في الصباح من لي فاقت لقت يديها و رجليها زرقين و من فوقين بحل يلا مقطوع من نوم الدم و عودت الجدي على المرهة اللي شافت و حتى هو شافة و لكن ما قال يهوال يخلعه مشات شاور مع الفقه ذاك المنطقة و جابوا الدار باش يقرأ القرآن حيت قال لي باللي الدار يمكن عندك فيها شي حاجة اما يامنا حتى واحد ما عرفه فين مشات و ما رجعت حتى ذاوزات 15 اليوم و هي براسة ما قلت على والو اخر حاجة فكراتها هي انها مشت جنب ذاك الواد و من ثم ماك بحل لطرفعات و ما بقيت عارفة والو ولكن منين جاة جاة مبدلة و زاد ذاك شي كتر فيها تصرفاتها ولا تغريبة ولا تبحث شوافة بلا ما تشعرك تبقى تنطق و ذاك شي اللي كتقول كامل كتلع صحيح مثلا قالت لجدارة هو والدك اللي غايت زاد غتكون عنده الحماة زايدة و بالفعل اخويا الوالد زاد عنده صبع زايد و احد المرة كانت جاة تعدنا واحد خد جدي يعني عمت الوالد و مليت خلت يامنا و قد كتشوف فيها و خلت حتى كانوا مجموعين و هي تقول لي ها شكونا هو ذاك الوالد اللي مركباه في ظهرك ملوجه عامرة بالدم خدنا تصدمات و حلت ليل ماكلة و قد كتقول لي و ماذا البنت ها دي ماشي طبيعية كوش يبقى غر مستوم حتى المن بعد عضغة يعرفوا باللي دك عمت الوالد كانت حاملة في الحرام و طيحات الوالد من مورا ما كمل سبع شهور كانت دك الساعة كتخدم في الديور في المدينة و حملات مع اشي واحد كانت تخدامة عندهم و لكن كرها و مليخها في الطيحات الوالد جدا كانت ديما كتتصدم من الهضرة اليامنة و في نفس الوقت كيبقى فيها الحال و كتضربها باش ما توليش شوافة غير ايا ما كانش الخاطرها واحد المرة مسكينة يا ربي تسمح ليهم كالك شدوها و كواوها في الديها باش ما تبقاشش هضرب حيث فيما كتطلقها بشي واحد و كيطلع هادك شي كتولي غير داوية الوالد حل عينه عليها و هي معاهم في الدار كانوا ديما كيعيروها و كيقولوا عليها المعاقة و لكن هي تزاد طبيعية هالجن هو اللي يعوج لها سيبتا مرة كالدوية عادي و كيرجع لها العقل و لكن في غالب الوقت كتكون بحل شي حمقى و التصرفات امام فهمينش واحد المرة كنت عندي شي جيران احداهم تماك و ذيك المراد يالهم كان شدات يامنا كتستغلى كتقول لها غسلي لي المواعن بقيم عايات الطيبة لي الغداء المهم هي كيب قتليك كتقول غير اه ما كترفتش لشي واحد شي حاجة واحد شوية ذيك المرة غفلات عليها حتى لقاتها هزا السحور في يديها على ما كنتظنه ذاك السحر كان مدفون عندهم في الدار و يامنا دارت فيهم الخير و جبداته و لكن ذيك المرة غير شافته في يديها بدات كتغوت و كتقول لها شكل يصيف تقديري لي هادشي جراتها و داتها لعن جدة و بدات كتغوت و كتقول لها شوف اختك شنو دارت لي جدة طلبت من ذيك المرة السماحة و خرجت مشات عند شي عيالات كان هم جمعين و بدات كتغوت و كتقول لهم ما تقعوش تعطيه لخسي ذاك شي تبرات في العيالات ديال الدوار لدرجة تخاصمت معهم كاملين واحد نار كانت خارجة ترحل بهايم هيو عمي الكبير هو خلاب وحده و مشاك يلعب مع اولاد الدوار حت اصلا ما كانش يرضى بيها بسبب المعيور اللي كان كي يسمع غبرات النار كامل و تاني بدو كيقلبوا عليها من اللي رجعات جا تحتل نص الليل و جدينات يضرب فيها الله يسمح ليه و خايف صراحة اصلا ما خاصوش يخليها تخرج و لك رك عارف بناد مقاريش المهم ديك الليل اضربها و جدك تقسم ليه بالليل غد ليه صبح و ثلاثة ديال حواله ميتين نعجا وجوشة الخرفان انتمك ولا كي يقول جدها تختك هذي راه نحس و خاصة تخرج علينا ما بقاش كي قدر يحط عليها يديه بزيس حتى قبل انه و يخليها معاهم حت جده قتلي يلا مشت يامنا غمشي حتى انا و لو عازلينا كتاكو البوحدات نعس بوحداء و من اللي كي يجيو الضياف كي سيبطوها تسرح ولا كي يسخروها اديك عمتلي واليد قبل ما تتعرف الفضيحة دياله ولا ديما كتقول جده سيبطيلي يا يامنا سبقى معاياشي ايام حت عارفات بالليدك الشي اللي عنده مجهد و كتقول لي كاين ولكن جده مكانش كتبغي صدقات والتي تجيديه مغير باش تشوف يامنا و تسولى على ذلك شي دياله و نهارلي عرفوا الحقيقة هربات حت خافت من جدي لا يمشي قتله واحد المره ثاني كانوا قاسين كيتعشاء حتى بدات يامنا كتقول لهم هيا هيا امي داخلي عندي و نات بحالي لك تدوي معاشي وحده هما بقوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم و الوالدة حتى هو كان حاضر لهذا الشي والتي فيها عادة كتفق في الصباح يلقى وكتعجن و ذاك الخبز ما عرفوا عشنو كتدير بيه و قالت لك جداوخة تضيع بزاف ديال الطحين بحالي لما كتتهش ليو من الطحين دياله كتسولى جداه ايامنا فين درتي ذاك الخبز اللي عجنتي كتقول لها ذاكرة كانت ديال امي هي كتبغي الخبز من السوس ويكون فيه الزيت ولكحل من بعد ما اللي احضاوها شافوها كتتهز ذاك الخبز و كتديه تحطوه في واحد العشاء مور الدار و كتقول جداه راه ممي سكنت امك كان عنده مشجر ذاكت زيتون مور الدار و كانت كتتحطك الخبز حداه ما كتتجي تفوت المغرب حتى يقبر ليه الآتار دات السنين مصافي بدو كيولفو على ايامنا و التصرفات دياله واحد الليلة جداه كتتحلف ليه بالله و يتوقف على ايامنا و لحت علاج اللابة بيضة قتلها رخص كتلبسي البيض جدا تخلعت بزاف حتى عرفاته ما شيه يلي داوية و قتتتقول لها خرج عليا انا معك بالله وبشرح خرجت بلمت جاوبة عودة الجدي و العمي و عمتي و الواليد و بقوا يضحكوه و كانت تقسم باللي مورها بالطبط بسيمانه خرج جدي باش يصلي العاصر في الجامع و احتجابوه اغير خباره بالليمات وهو كيصلي جداه تحت غيبات و نضطرينه بالدار و ما حال هذا الوقت حد تقبلت المدير جدي حيث ما مرض مواله و كان صحيح تبارك الله و كانت ترجع اليامنا اللومة و تقول لي انتي وجه النحس و تخرج في ذاك الغضب كله و ذاك الحزن اللي حساته مليمات جدي و لكن وخاها كيامنا مسكينة كانت كتصبر كتجري عليها كتغبر النار كله و لا يومين و كترجع من بعد و احتجت الدفل الخرصافي حنات فيها و قبلات انها دقة ترضي الله و هي ما عند حتى شي يدخل فيه اكساء كان عمي كبر شوية عنده شي 16 عام و الواليد عنده شي 9 سنين بدهوا يتحملوا المسئولية و جداك تفرق عليهم الشغل و الاسية و عمي كيمشوا يبيعوا البيض و الزراع و الحمص في السوق و الواليد كيسرح و كيسكي الماء اما عمتي و يامنا كيبقوا في الدار مقابلينه و الحمد لله قدروا يعيشوا بذلك شي لخصة من الله اما يامنا و لاته كتنوض في الليل كترجع اللور ديال الدار فين كان زارع جديد الشجر ديال الزيتون و كتتعلق فيه و كتبقى تقلع ذلك الزيتون و كتبقى تقلع ذلك الزيتون و لكن هي اللي فراسة فراسة و كتبقى تقول لي يا راهمي هي اللي كتعيت لي في الليل و كمشي لعندها و اللي اسم خليها تدير لي بغات كيف كان قوله الجهة تقادى واحد المرة مسكينة كانت خرجت بكريب لأخبار جدا و ما شافحت شي واحد و تلقى لها واحد عدو الله ليس عدى عليها أخويا و اخدال الشرف دياله و هو اصلا مكانش والد دواء غرجى عند شي ناس صافي و حيث كان عمو واصل جدا مقدرات الشطر ذلك مرات وجدتك تقول لي ها اصلا ذلك غير حمقى مع مره بكنت غد تزوج و الشي زي تأثر على النفسية ديال يامنة و لكن ذلك خونانان الجزاء دياله مع هو كان ميكانيسيان و كان ختم في شي شاركة و كيصلح الكاميوات واحد المرة هو باقي تحت الكاميو و الشيفور دازلي فوق رجليه نصد حساني كامل مشا و اولا دير غير ارجو اصطناعية اصعب حاجة اخويا هو اضلم شي واحد و خصوصا ذلك البهاليين كيكون قلبهم بيض و مرفوع عليهم القلام دازل سنين ثاني و عمي كبر و مشل المدينة و الاخت دامت اماك و سهل علي الله اما الواليد كمس 16 العام و ذلك الساعة كانت تعرف على الواليدة اللي احتى هي غير بنت المنطقة و عمتي احتى هي تزوجات و عاشت في المدينة و وقى غير الواليد و هي منها مع جدة و مني شافت و لاصق على الواليدة مشات خطبات هالو و خمزالين صغار هو مني در 18 العام تزوجها و جات عاشت مع جدة و احتى هي وقع لها موقف مع ايامنا و اتخلعت بززاف كانوا مخلينا مع ابو حدهم في الدار احتى دخلت علاوية في الكوزينة كانت تمشي برج الوحدة و كانت تنقذ و شادة واحد العصة سولت الواليدة علش معكزة على ذلك العصة و قاتت تقول لها ارى رجلي ليصرية مقطوعة مالكي ما كتشوفيش فاضرت معها بصوت دي المرة و ذاك الصوت كان غلايد بززاف و احتى تشوفاتها مكانوش عاديين قاتت لها خرج عليا بعد كالساعة الواليدة ما كانتش ملفا كانت تخاف منها بززاف و مشتتدت عليها في واحد البيت حتى رجعت جدة عا تخرجت من تم الواليدة ما قدتش تبغي تبقى معها في الدار كتدير اي سببش تلتق في جدة و تخرج معها كتقول لها اه اعطاني نخرج على بره نسرح و لا نسقي الماء و لا نمشي معك للسوق و ما نبقاش في الدار بالفعل واحد النهارة كانوا خارجين ما كانت لالواليدة ولا جدة ولا الواليد دعوا يامنا بوحدها في الدار مع دخل الواليدة اي و جدة بدأ يشمو ريحة كسكسو مع الدخل ديال باب البراني جدة بقى تقول الواليدة رواقي لا يامنا هي اللي دايرها كسكسو من يدخلوا عليها الكوزينة كيتصدموه بذيك الكمية اللي موجدة لكش يا اخو يا يقد بزاف ديالناس و يشيط الخير المشكلة انهم مغابوش عليها بزاف ديال الوقت وقدرت توجد ذيك الكمية كاملة بوحدة قاتت تغوت عليها جدة و كتقول لها اشت الحال ادرتي شو في الكوزينة كارت ضيتي اياه علش موجدة كسكسو كله و يتجاوبة و قلت لي ماش منين يجيوا الناس يلقا و مي يأكلوا مع الاسف اخو يا بديك الليلة ذكراش اللي عمتي تصل بواحد السيد عنده تليفون في الدوار اما حتى جدة ما كانش عنده وقلال الناس اللي كان عندهم وقال لي بلي عمتي توفات من اللي كانت كتولد جاكي تقى عليهم في نص الليل كلهم نظم خلوعين على ذيك الخبار جدة مسكينة مقدراتش تحمل و يامنا مش هتخذت ذاك الكسكسو و بدأت تحطل ذاك الناس اللي كيشيو كتعطاهم كسكسو في الدوار و كل شي كان كيعيب عليها ولكن كيف قلت لك اخو يا راه الله بوحده اللي عالم بدك الشي اللي عنده لازت القنازة و جدة مسكينة ولا صغير مصدهما الواليدة والواليد هما اللي ولاو هزين الطار وتماك حملات بيا الواليدة ما كانتش نهائيا في فترة الحمل كسبغي تقرب من يامنا من اللي افصل الشهر ديالا قاتل يرى الوالد عندك غير زاد بمواليه والواليدة كتطلب من الواليد بش يبعدها عليها حيث كانت كتخاف منه المهم تزادي سنة باي خير وعلا خير من مورها قرروا انهم يبيعوا الدار و يجيوا للمدينة واحتاج الدوافقات و طلبت من الواليد بش يقلب على الشاري و اللي شراها منهم هو واحد السيد نيته دار ولاصق علينا كان بغيري يبدك الحيط اللي بيناتنا و يخليها بحل شي ضار وحده اراكم عارفين كيف يكونوا الدور العربية ولكن اخويا يامنا ما بغادش كتقول لي امرها لم يساكنة في الكرم ديال الزيتون و نادخويا ذاك الشاري بغي يحيد ذاك الشجر من بعد ما نزينا احنا الرحيل و مجرد ما حيد الشجرة وحده ديال الزيتون واحد اللي لو هو نايده يتوضى و يصلي الفجر خرجت لي وحده وعوجاته وبقى هكاك حياته كاملة و كل شي يعرف بليه ذاك الشجر لي مور الدار فيه شي حاجة من مورة مجينا للمدينة في الأول و كيف قلت ليك سكننا في الصويرية ذاك الساعة كانوا يقولوا للصويرية القديمة و والد و والي كان خدام علينا و أخا عانى بزاق في حياته و تقاية المسكين و ذاك الفلوس كانت مخبئة جدا حتى يعرفوا شنو يديروا بيئة من مورة عامين عميه يمشى سبانيا حارق و قال الوالد باللي راشاري واحد الأرض فقاس فيه يمشي ابنيها و نعيش فيها كاملين حسن ما يبقى يخلص الكراه فليو الضالة أنا هذا شي ما عقلش عليه ولكن أخوي حتى هذا الدار سيقعون فيه شي بلانات ما يدخلوش للعقل يعمنا مولفتش نهائية للمدينة ولا تغرأ حال العينيها و مرفوعة كتدخل وتخرج في الهضرة واحد المرة جدا طلبت الوالد باش يشوف ليه شي راقي والله أخوي قال لك هو كيقرأ القرآن وهي كتقرأ معه هو ما حافظاش أصلا القرآن و مع مرة ما مشت للجامع ما بقى عارفين وش تكل فيها مسلمين ولا شياطين و حتى ذاك الراقي كل مرة يقول لهم حاجة حتى داروا من ناقص و ما بقوا يجيبوا لأحد واحد العشية الوالدة طلعت واحد المانطال سطح باش تصبنا كنا دخلنا ذاك الساعة الموت و قد دينا أمورنا صبناتها و نزلت عيانا بزعب وبقى تناعسى حتى قرب يود العشاء كانت متكي على جنبها شوية كتحس بحالي الأرجلية كتتهزبو حدا وعات ودارت موراها لقى جوج دينا نسا واحدة طويلة و لبسة كل شي كحل و شعرها أبطع لوجهها و الثانية قصيرة قلس حداها دايرا خاتم كبير و حتى هو كحل و مخنزرة فيها الوالدة تشلات و مقدرة تدير والو مقاوش حاله و مواقفين عليها و من بعد خرجه و بدك يبالي هالبابة ديال البيت بعيد و صغير و تمك غيبات و قد هكاك حتج الوالد كيفيق فيها من العودات ليه و يقول لك غير حلمتي و لكن الوالدة مع حلماتش أخوي و هذا ما رأيته في الصحة و هذا كانت غير البديئة ايامنا كانت تشد واحد القنط في الدروج و تبقى قاسا فيه و لا تريد أن تنظم منه و احد اليوم أرجع الوالد مع الطل بحكم الخدمة دياله و تخل بشي دوش و الساعة ما عندنا لا يشوفوا الأول و كانوا يسخنوا المغار في المقراج و هذا ما يدار تخل المه و يريد أن يخل في الطلطة حليه من يده و لمشاف المجرى فاقت بيج الدو قلت لي تسيرت نعس مدوش شدابه حتى الصباح هو أغسل و هذا ما يدار مجرى بشي نعس يلا تخل بيتك يبدي الحواجه و لم يريد أن يشعل الضوح تختيص صغيرة كانت نعسه و خاف لي فيقه كان شعل غير الضوح ديال المرح و معضر أخيك يشوف واحد عينيه صفرين حاضي و مخنزر فيه مجفين يغوت حتى التضرب في النص ديال ظهره و طح في الأرض الوالدة سمعت و فاقت و لقيته طائح و عيطات الجدة عينيه تقلبه و الفم عواج عرفوا ما يدروا لي هي مناية اللي شدت له في صبعه الكبير و بقيت غير داوية قتلي الوالدة بقيت كتقرع لي القرآن و هو يتحرق و يتعدم يقلبوا لي ظهره لقى واحد طبعة كبيرة بحل حرقة و من ثم كل في مك يبغي نعس يجيه واحد الرجل القرع عنده الحياة حمراء و يجيه في منعنقه و يقول لي حرقتي لي مرتي و حتى هو مسكين عانى بزاف واحد الفترة من حياته شحل هو قاسم الخدمة الوالدة مسكينه يلي و التي تصيب لمسم منه البغرير يوجده و كتمشي تبيعه و احد الشركات و اخر جعل الوالد يخدم بقيت هيك تبيعه باش يلا يقدروا يهزونا كاملين عمي مع الاسف كانت تقطعات خباره في ذيك الفترة و ما كان كي سافت لي نواله انا اخويا كنت كان قراءه في المدراسة و ما كانتش بعيدة علينا بزاف و لكن وخاها كان يمنى كانت كتوصلني و كل شي كان يضحك عليها و يقول لي ما لمك دايرها كاك كي حسابها الوالدة و لكن انا في طبيعتي ما كانتش نهائيا كان حشم اللي كان نخرج معها بالعكس كانت عزيزة عليها و كانتقول لك شي دي الله و حتى عقليتي كانت كبيرة كان حسب راستي كبيرة من هذا كل يقرأه معايا و احد المرة كان عقل كنا مجموعين كانت عشاو و هاضرين بالجهد و ضحكين كانت السبت بالليل و كنا كانت بقاو صهرانين و دايرين تلفازة حتى هضرت يامنا و قات لنا سكتوركم صدعتوهم انا سماك عاد بديت كنتعرف علي يامنا و التصرفات الغريبة اللي كانت كدير واحد النار كانت مشات هي والوالدة و جدة الحمام و تسلطت عليهم واحد المرة اللي بقات حاضية و كتشوف في يامنا و قات لهم اراني كان عرف واحد خستي دي واليها تقدر تعالجها جدة بقت كتقول مع راسة سنين و احنا كنجيبولها الروقات و ما تعالجت كيف شغت عالجها هاد المرة مهمة قات لها ان شاء الله و صافي و اخا ما كانش ناوي يديها لها و اللي خرجوا من الحمام القاوكات الناوم على بره السيدة لتقاتهم ديال بالصح و بقات غدا معاهم حتى عرفات الطار ديك العشيانيت جيت انا من المدراسة و لقد ديك المرة مشات جاب ديك شوفة اختها و قلسوا عندنا في الطار غير دخلت كي بل يد خاخن خارجين من عندنا و ريحت البخور كشخنق كانوا مقلسين يامنا قدام ديك المرة اللي كانت هزت السبيح على اساس كتذكر الله و لكن دكشي اللي دارت كامل غير شعوا هذا عزمت على واحد البيضة و اعطتها لي يامنا فيه ديها قلت لها هرسي تصور اخويا انا هادشي حضرت لي يامنا كتورك على ديك البيضة و مبغت تهرس بحالي لا تقول حجرة و مليه السرحات يديها البيضة تقسمت على جوج و تهرسات بوحدة و نزل من هذا الشي بيض و صافي بحلمة ما كنش قاع فيها المح شوافة فرحات و قلت لغتها شفتيش نو قلت لك جدك تسوي لهم اشن واقع قلت لها باللي يامنا عنده شي مجهد و معطالها انها تشوف للناس و تداويهم و خاصة تحل الزاوية دياله باش يبقى يجو عندها الناس فيها اما يامنا كانت بحالي لا مرفوعة و مع حملات الشوافة نطس دخلات البيضة و بقيت معطلها ما عرفنا اشنو كدير و احنا كقاسين حتى خرجت عندنا لابسة كل شيك حل و ريحات مقابلة مع ذيك الشوافة ما هي الا دقائق معدودة حتى طاحته تجي فات و ذاك تسبح لي كان في الديها تقطح السيدة كتتهز قدامنا و كتتخبط و كتقول لنا جدارة المرة غتموت لنا هنا و غنوحل فيها انا الوالدة كتغوت هنا تخلعت كتغول ياسير دخل البيضة و بقى مع اختك كنا عارفين بليدك الشي اللي في يامنا هو والدة للشوافة ذيك الحالة و في الخارج جرات الوالدة و اداتها للبيض عاد طلقات ذيك المرة و جرات اختها و خرجوا في حالهم و على حسب ما فهمت ان ذيك خيتي كانت بغى تخدم بيامنا دازوا الايام و بدنا كنولفو على ذيك الطار اصلا ما كانش عدنا الباديل كنسمعوه صوت الحركة في الليل كنسمعوه صوت المامطلوق كل اموه عنك يتقرخبوه والك منك النظوم كنلقوالو اما اختي الصغيرة كانت ديمك تضرب وحده و كتعيط بشي سميات بحال اليك يلعبوه معاها الوالد مورا ديك الحادثة اللي وقعات له عمروه معه و الدوش في الليل والوالدة موصيها جدا بش ما تبقاش تصبن في العشية يعني تعايشنا مع ذاك الوضع و بالزابة الناس اللي ديرين في حلاكة كيكونوا عارفين ديورهم مسكونين و مك يلقاوش البادل و كيبقاو تمك اما انا اخويا اول مرة غنشوف فيها الجن كانت عندي 8 سنين كان عقل ديك الساعة كان عاطينا الاسد واحد الصورة طويلة ديال القرآن ولكن انا مع الاحداث اللي كيبقى في الطار نسيت ما نحفظ حتى وصل الليل عاد بديس كامبكي اليوم حدك الاسد كان عدنا صعيب و انا مكنش كر ضيدر بني قدام الدراري الاخرين الوالدة قاتلية تعشاء و احنا غمشي و النعسى و انت ابقى بوحدك و احفظ ولكن ما تفوتش اتناشو للوحدة ديال و سيرت نعس و ذاك شلي كان مشاوهما بشي نعسوا وبقيت انا كان حفظ و احنا كان عدنا واحد الصالون مقابل مع المرح و في ذاك المرح كانت كتنعس يامنا يعني الجيهة ديالها كان مطفيفة اما الجيهة ديالي انا كان بقي شاعل واحد شوية اخوية كان قسم لك بالله مع كان هزراسي كان شوف واحد العينين حاضيني وسط الضلام كانوا بالضبط حدا يامنا كانوا نضويين وباينين انا تخلعت و نتفحالي للبيت و اخا ما كملتش الحفاظه و انا ناس والله اخوية اللي كنسمع صوت راجل عنده و ادني يقرأ في ذاك الصورة اللي كنت كنحفظ فيها يقدروا داب الناس يقولوا باللي غيرها العقل اللا واعي حيتش حال و انا كنعاود في ذاك الصورة و كنكررها و لكن اللي يستمني هو في واحد اللحظة ضربتني الفيقة و احلي تعيني كالقراج اللي بسكول شي خضر و داير عمامك حلا فوق راسه هذي الدول يمنية بحالي لك يؤدي القاسام كان عاطيني بالدهر و فرمشت عين غبر من قدامي و بديت كنشم واحد الريحة زوينة عندي في البيت و قلت لي كنت خايف بالزاف و معا نوضني الأستاذ نحرد كنقسم ليك باللي كنت حافظها و حقل عليها كاملة كان عقل كنت صورة البيينة و ديك الصورة سبحان الله عندي معها قصة و ديما كيعجبني نصلي بيها يمنى كانت قلت للواليدة بلغان تزاد ممالية و ما نعرف شنو ذاك شي و لكن الواليدة في الصغري كانت تغوت عليها و كانت معقدانة من شي حاجة سميت على العلام الآخر إلا غير لمحت لي هذا الشي و قلت لي أحلم شي حلمة كانت وقت تغوت حتى كانت تشوف الحالة ديامنا كيفاش دايره و ما كانش بغانين بحاله اللي لاحظة هو أن الواليدة أو الأجدة منك يكونوا كينقشوا كانت جيه تقلس حدا وميامنا و كانتقلوا مديروا لي الحنة غير فرجلية اليمنية و منك يديروها للتحت كتبقى مطلعها حتى كتوصلها جهة الركبة و كتخليها و تبقى بها شي يومين عد كتحييدها عميت واصل معانا من بعد مدة مغبر و قال لواليدة بللي غير جعل المغرب و غير يسكن فوق منا يعني خصنا مبنيوا الدارة الفوقانية البرومية 18 بالفعل سيفطلينا الفلوس و بنيناها و منين بنيناها و صابت قدس كنا ديما كنسمعوا البيبان كيد ستحول فوق حال شي واحد ساكن انا الحمد لله ما كانك يوقع معي حتى مشكي تكشي لك انت كنشوفه كامل زوين ما بغيتش نذكر كل شي ولكن غالبا ان كنشوف مره و لا راجل شديني من يديه و غاد انك يتسيروا بياه في واحد البلاسة زوينة و كنشوف راسي بقي صغير من مرة مدة ارجع عمي و تصاب انا و تزوج بوحدة من تمك كانت مغربية نيت مهاجرة و قال الوالد بلغي يحلوا واحد الماحال و بغى يخدم فيه و وياه يعني استقى عمي و لد الناس و تفكر خوه و ما نساش الوالدة دياله و الحمد لله دار واحد المشروع هو الوالد الوالد كان جامع شي فليسات و اعطاهم ليه حتى و و يتغير نقول لك ذاك الليلة اللي غيجيز تكون فيها عمي فوق منا و مرتو غا تحلم بوحد الراجل كله كحل قلت اليوم عند الاعتباد يالباب مربع رجلي و يتنخم حاشك و ذاك شي لك يخرج فمه كامل كحل و تخلعات و قالت العمي بلي كينا شي حاجة في الدار حتى حتى يكن تموس و سباد شي في الاخر الوالد اضطر انه يعود العمي كل شي حتى عمي اصلا كانت عنده قصة و عاش مع ايامنا و عارف شي حويش غراب اللي ممكن يطراه كان جاب واحد راقي و دار على الدار كامل صيقها بالمادية الرقية و ما حاله يقرأ في القرآن تقريبا شي ثلث ايام و من بعد مشاف حاله و هو مسكنه فيها عادي و بدأك يقول المرتوي اللي شفتي شي حاجة اذكر الله و صافي ما تتسوقي لاش و لكن ذاك شي ما كانش كثير قليل مرة مرة في انكتره شي حاجة حتى ذاك مرتوي كانت تخاف من يامنا سبحان الله كوش كي يخاف مننا انا بوحدة سبحان الله اللي عزيزة عليها الوحد درجة ما كتتصورش حتى في طريقة الماكلة ديالا خويا ما تقدرش تاكلوا انتحداها الناس غالبا كي يعيفوها إلا كان معانا شي واحد براني جدا ديما كتعزل لها الماكلة ديالا بوحدة و كتقولها سيري لبيت و كولي حتى كتعرفها كترون الدنيا دايرا بحل شي بنت صغيرة و بغيت غير نقول لكم واحد الحاجة اللي سقدر تفاجئكم هو أنه كان جافيه واحد الراجل و بغيت تزوج بيها لتصق عليها و لكن جدا بغيت تتعطيها له حتى خافت منه و حتى هنا نيز قلت لهم ما تزوجوهاش له و ما يصلحش لها الزواج حتى هي نية يقدر يدربها بنادم اللي يبغى يقدر يستغلها في السحر يستغلها في شعال من حاجة واحد المرة كانت تخرجات لينا و تلفات و تخلع لعنا لها بزاف كانت سحبوها غير خطفة شي واحد و لا يقاديها شي حد ولا يتعدى عليها شحال و احنا كان قلبوه عدل قناة ركبات في الكار و مشيت حتى للصويرة و لحد الساعة بقين فيما كمشيوا العربية كتمشي لذيك جديه اللي كان فيها الشجر ديها الزيتون و كتبقى قلسها تمة و حتى هنا كانت عزيزة عليها بزاف ديك العربية و خاما كبرتش فيها و لكن زاديت تمك ما عارفت شخوية وش هاد الشي عنده علاقة ولا لا و لكن ديك مرت عمي مسكينة و التي فيما كتحملك يطح ليها و كانت ديما كتلوم عمي و كتقول لي بلي الدار هي سبابه حتى حتى وما في السطح كانوا كيسمعوا شي حوايج في الدروش عندنا في الدار التحت و لكن شي ما كيقول شي و شي كيخاف ليش بدهم ولا يهضر عليهم انا بالخصوص ما كان قدرنا نهضر لقدام الوالدة و لقدام الوالد إلا إلا عاودت لشي صاحبي ولا شي حاجة هذا شي اخوي اللي عاودت لك غير مختصر خصوصا عليا انا حتى ترى و معايا في حياتي احدى تغريبة لما كيف يفسرهم مش العقل و حتى جيب الفرصة ما قدرنا عاود لك قصتي بتفاصيل شي مرة انا حاليا في الصويرة قدام على راسي اما يامنا بقى ساكنا مع جدا و مع الوالدة و الوالد و ارتي لك ياين و كيف قدت لك حتى الشي مرة و نعود لك حتى انا قصتي الخوت كانت دي قصتنا دي اليوم و كنشكره الاخ عبدالرزاق اللي شاركها معنا و كيف العادة كنقول لكم اللي عندو شي قصة فهلا دي تراتلي ولا شي واحد من عائلته يخليها لي في انستغرام كنشكركم بزاف على حواس الاستماع نتلقوا في القصة الجاية و من هنا لتمك كنقول لكم تهالله فراسكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة